أهلا بكم من جديد النهاردة انتهت وبصورة كاملة انتخابات مجلس النواب 2020 وبإعلان الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة الإعادة للمرحلة الثانية يكتمل شكل وتشكيل البرلمان الجديد خلفا للبرلمان اللي بتنتهي فترته دستوريا يوم 9 يناير المقبل النتائج تظهر طبعا تفوق واضح لحزب مستقبل وطن اللي حاز على الأغلبية النيابية بإجمالة 316 مقعد من أصل 568 هي جملة مقاعد البرلمان تعالوا نشوف شكل البرلمان ده شكل برلمان 2020 هنلاقي أنه حزب مستقبل وطن حصل على الأغلبية 55.6% الأزرق ده هو مستقبل وطن عدد مقاعد مستقبل وطن دي الكتلة الأكبر في البرلمان مجلس النواد الكتلة الثانية من نصيب حزب الشعب الجمهوري 50 مقعد 8.8% هنا هو 50 مقعد 8.8% ثم نأتي إلى حزب الوفد الترتيب الثالث بعدد مقاعد 26 مقعد أي 4.5% الحزب الرابع في الكتلة البرلمانية هو حزب حماية الوطن بعدد 23 مقعد 4.4% خامساً حزب مصر الحديثة 11 مقعد يعني 1.9% الإصلاح والتنمية وده حزب معارض حزب محمد عنوار السادات الإصلاح والتنمية 9 مقاعد 1.6% وإحنا عارفين له 3 مقاعد في الشورى أو الشيوخ المصري الديمقراطي 7 مقاعد وده أيضاً حزب معارض برضو حزب الحرية 7 مقاعد أيضاً 1.2% حزب المؤتمر 7 مقاعد أيضاً حزب النور السلفي 7 مقاعد يعني 1.2% حزب التجمع المعارض أيضاً 6 مقاعد حزب العدل حصل على مقعدين حزب إرادة جيل مقعد واحد أما المستقلين فواخدين هما الكتلة اللي هي لو إحنا شايفين الكتل دي هتلاقي الكتلة اللي هي يمكن أكبر كتلة بعد مسابة الوطن 16.7% من 10% 95% من البرلمان ده شكل عفوا يعني 16% من البرلمان 95 مقاعد ده شكل عايزاكم يعني تبصوا على شكل البرلمان دي الأرقام مدققة بشكل كبير لو حدثت تغيرات هتكون يعني احنا رجعناها مع كل الأحزاب لكن لو حدثت تغيرات هتبقى فاصل فاصل واحد من 10% يعني يكون حد قدر أنه هو عن طريق النقض مثلاً يوقف يعاد إلى البرلمان أو يلغى انتخابه أو ما إلى ذلك وده أمر ضعيف جداً إذن هذا هو شكل البرلمان 55.6% هذا هو مستقبل وطن الأغلبية في برلمان 2020 طيب عندنا مجموعة ملاحظات أولاً كده بكده مستقبل وطن هو حزب الأغلبية في مجلس النواب يحتاج إلى مقعدين في مجلس الشيوخ ليمتلك الأغلبية هذه الأغلبية تمنحه منفرداً عدة أمور وده طبقاً للدستور تمنحه تمرير التعديل الوزاري إذا كان هناك تعديل وزاري الرئيس بيتجه إلى البرلمان للموافقة عليه أو تغيير الحكومة إذن منفرداً تعديل وزاري أو تغيير الحكومة أو حتى تشكيل الحكومة يعني لو كان فيه تشكيل مختلف للحكومة منفرداً أيضاً حزب مستقبل وطن يستطيع تمرير كل القوانين باستثناء القوانين المكملة للدستور دي بتحتاج تلتين وهنا هنكلمكم على احتمالات أنه يدخل معاهم المستقلين عشان يكملوا التلتين لكنه أيضاً يمتلك منفرداً سحب الثقة من الحكومة إذا كان هناك سحب الثقة من الحكومة طيب ولحظة تانية هي أن هذا البرلمان وبرغم أغلبية مستقبل وطن إلا أنه يضم تنوع حزبي كبير لم يحدث من قبل يعني إحنا عندنا أحزائي عندنا كام؟ 13 حزب بخلاف المستقلين واللي كان الجزء منهم طبعاً متوقع أنهما كان عادة زي ما كان بيحصل مع البرلمانات الماضية والحزب الوطن كانوا بينضموا للأغلبية يعني ممكن هؤلاء المستقلين يفضلوا مستقلين وممكن ينضموا للأغلبية فيحصل على هنا بقى فكرة التلتين يكونوا مع مستقبل وطن وبعض هؤلاء المستقلين كانوا من مستقبل وطن ونزلوا يعني هم أعضاء في مستقبل وطن ولكنهم نزلوا مستقلين لأنه الحزب رشح ناس تانية سواء على القايمة أو سواء على الفردي ثالثاً هذا التنوع الحزبي يمكن البرلمان وده هنا نقطة مهمة جداً هنتكلم فيها مع ضيوفنا لما يكون في النصف الثاني من هذه الحلقة أنه هذا البرلمان لديه فرصة من القيام بأداء دور تشريعي ورقابي مرة أخرى بأكد على الاتنين دور البرلمان ليس تشريعياً فقط ولكن دور رقابي مهم جداً والآن بعد البرلمان اللي فات اللي كان قدامه عدد كبير من القوانين لإقرارها هذا البرلمان في مرحلة جديدة من مراحل الوطن يمكنه أن يقوم بدور تشريعي مهم ودور رقابي مهم جداً إذا أحسن الجميع استخدام أدواته واستغلال مواقعي لخدمة الناس الهدف من النواب هو تشريع لخدمة الناس رقابة على الحكومة لخدمة الناس طبعاً هنختلف بقى هل دور النائب الخدمي ولا النائب التشريعي ما يهمني هنا هو تشريعات لصالح هذا المجتمع ولصالح الناس ورقابة على الحكومة لصالح الناس وهنا إحنا بنتكلم على نتمنى من هذا البرلمان أن يقوم بهذا الدور رابعاً يعني أنا شخصياً وأعتقد كثير مثلي بينتظر دور كبير للمرأة المصرية وزي ما قلت أنه المرأة المصرية اللي بتاخد لأول مرة فرصة أن يكون عندها 149 مقعد في المرة الأولى في تاريخ مصر بتحصل فيه بالدستور على 25% من مقاعد البرلمان ده فرصة وتحدي فرصة وتحدي هي فرصة أتاحها الدستور قيادة السياسية مقتنعة جداً بدور المرأة لكن هو ده الامتحان للنساء من النائبات أنتوا خدتوا فرصة غير مسبوقة قدامكوا يتنصرون يتخيبون بصراحة يعني قدامكوا يتنصرون وترفعوا صوت المرأة ويكون لكم أداء محترم وأداء مهني وأداء في مذاكرة وأداء في دور مهم للنائبات مش بس في قضايا المرأة قضايا المرأة مهمة جداً وأتمنى من النائبات أنهم يدعمنا قضايا المرأة مش يخافوا ويرجعوا وراء ويقولك آه أنا مش عايز أدعم قضايا المرأة عشان ما يقولوش عشان أنا سيت بدعم قضايا المرأة دورك أنك تدعمي قضايا المرأة ما أنتظروا منك أنك تدعمي قضايا المرأة لكن أيضا أن يكون لك دور وقراءة ويكون لك رأي في القضايا الأخرى لو نجحتي في هذا الاختبار لأني أظن أنه اختبار هي فرصة لكنها اختبار لو نجحتي في هذا الاختبار فهذا سيمكن المرأة في المراحل القادمة من المحليات من أشياء أخرى كثيرة قادمة وكمان أنك تقدري تفوزي بالانتخابات كمستقلة مش بس في القائمة لكن إذا فشلت المرأة وأنا أظن أن النساء لن يفشلن لكن إذا تراجع دور المرأة وابتدأ بقى نشوف حاجات غريبة كده وتراجع وصوت منخفض في أنا ما بتكلمش عن صوت العالي السريخ لكن بتكلم عن صوت العالي في الأداء في العمل السياسي والبرلماني والرقابي والتشريعي لو بصراحة خيبتونا وخيبتوا أملنا يبقى أنتوا بتخيبوا جيل بأكمله ومستقبل للمرأة في العمل السياسي ينتظر أن يعين السيد رئيس الجمهورية النسبة المقررة له دستوريا 5% اللي هي 28 نائبا هذه التعيينات في الغالب بتكون من الكفاءات الكبيرة من التخصصات المعنية من الشخصيات العامة اللي بيحتاجها البرلمان وبيكون للرئيس نظرة أنه عايزين الناس دي تكون موجودة كي تبدي رأيها وكي لكون لها باع في النقاشات البرلمانية إذن هذا هو شكل البرلمان المصري وفي النصف الثاني من هذه الحلقة هيكون عندنا نقاش عن الأداء البرلماني المعارضة في البرلمان وأيضا الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة ترجمة نانسي قنقر